كشف أسري جديد في بلاد الأساطير يعتقد بأنه سيغير الكثير من الثوابت في فهم الحضارة الآشورية لم تكشف بعد قاعة العرش بينما على عمق قريب من سطح الأرض اكتشفت البعثة الاستكشافية زوجا من الثيران المجنحة تحرص مدخلا لقاعة كبيرة لم يعلن عن هويتها أو في ماذا كانت تستخدم عسر أيضا بداخلها على الآجر المزجج والآجر المكتوب باللغة المسمارية قطع من الصفائح المعدنية التي يرجح بأنها كانت تزين بوابات القاعة الخشبية قبل أن تتآكل بمرور القرون من الجهة الشرقية وفي واجهة قاعة العرش من بناية جامع النبي يونس بالموصل ما زال التنقيب مستمرا لاكتشاف قاعة الملك سنحريب ترى ماذا تحوي من أسرار ذهب خيال النحات الأشوري لخلق رمز للقوة تعادل قوة الدولة الأشورية في الواقع التي امتد سطوها في القرن السابع قبل الميلاد فنحت مخلوقه الأسطوري على شكل ثور مجنح ضخم برأس إنسان وأجنحة نسر وجسم ثور حتى وصلت المنحوتة إلى نحو أربعة ونصف من الأمتار طولا ووزن يصل إلى ثلاثين طنا من قبل عسر على العديد من الثيران المجنحة مثل تمثال لماسو وتم إيداعها بالمتاحف العالمية منها معهد جامعة شيكاغ الشرقية ومتحف اللوفر في فرنسا والمتحف البريطاني وتتشابه تلك المنحوتات في أنها مصنوعة من الحجر الجيري في فترة العصر الأشوري الحديث من 721 إلى 705 قبل الميلاد ومع كل اكتشاف لثور مجنح تنشط أسطورة جذابة تبعث في النفوس الرهبة والطوق لمعرفة واستكشاف أسرار لا يزال البشر يحاولون فهمها بعد آلاف السنين الثور المجنح يسمى أيضا شيدو لاموسو كما ورد في الكتابات الأشورية القديمة وأصل كلمة لاموسو تأتي من مقطعين لامو في اللغة السومارية كان هذا الاسم يستعمل لأنثى من الجان محمتها حماية المدن والقصور ودور العبادة أما جان الذكر الحامي فكان بالسومارية يعرف باسم اللادا لامو وبالآشورية القديمة أو سمية شيدو وكان يعتقد بأن الآشوريين القدمة قد عبدوا الثورة المجنحة ولكن قُبلت هذه الفرضية بالرفض من قبل علماء الآثار الآشورية ومنهم جون راسل الذي ذكر أن اسم هذا المخلوق قد ورد في كتابات الملك الآشوري سان حريبة كما يلي لقد جلبت رجالا أسرى من المدن التي غزوتها وبنوا لي قصرا يقف على بوابته إثنان من اللالا دالامو وبهذا القول تم إلغاء هذه الفرضية المزعومة حيث إنه ليس من الممكن أن يكون الإله حارسا على بوابة قصر عبده وتذهب أعتقادات للقول بأن اللاماسو هو نبخز نصر المذكور في التوراة أن الله قد حول نبخز نصر إلى ثور بأذافر النسر صفر دانيال إصحاح أربعة من الآية الحادية والثلاثين إلى الآية الرابعة والثلاثين وينسبون الثورة المجنحة إلى نبخز نصر علما أن اللاماسو عمره أقدم من أجداد نبخز نصر واللاماسو هو نوع من الكائنات الأسطورية المختلطة التكوين فهي في أكثر الأحيان ثور مجنح برأس إنسان وأقدام أسد أو برأس إنسان وأقدام ثور وقد أخذ أشكالا عدة خلال حقب التاريخ وحتى في أشور نفسها حيث نجده أحيانا تحول إلى أسد غير مجنح ولكن برأس إنسان ذي أيدي وهو مخصص للحماية أثناء الاستحمام حيث تقول المعتقدات الأشورية القديمة أن رمية أو تحريك المياه الساخنة تجذب الروح الشريرة والتي تدعى بازازو ويسمى هذا الأسد المجنح بالأشورية أورو مالولو وقد وجدت إحدى لوحات الأورو مالولو في حمام قصر الملك أشور بنيبال ويعود عمر اللوحة إلى العام 640 قبل الميلاد